اهلا بكم اعزائي المشاهدين اتكلمنا في الفيديو السابق عن رفع الجهد لمنظمات الجهد الخطي في حدود النصف فولت عن الجهد الطبيعي لمنظم الجهد رابط الفيديو هسيبه لكم فيه ديسكريبشن وهيزهر معاكم دلوقتي فيه علامة الاي بعض الاصدقاء في الكومنتات والتعليقات قالوا لي محتاجين نرفع الامبير او الطيار لمنظم الجهد 78 اكس اكس يعني 5 فولت محتاجين 5 فولت 2 امبير 5 امبير 10 امبير لان معروف ان عائلة 78 اكس اكس اي رقم بيكون 1 امبير النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نرفع الامبير ونقدر نحمل على منظم الجهد ده اي طيار انت محتاجه 5 امبير 10 امبير لانت محتاجه تابعونا بعد الفصل قلنا منظم الجهد ده 78 مثلا 09 اللي معانا النهاردة واللي اتكلمنا عنه في الفيديو السابق لرفع الجهد ما يتحملش اكتر من 1 امبير يعني لو حد مثلا عنده 78 05 ومحتاج يشحن موبايل الموبايل بيسحب 1 امبير او 1.5 امبير فمنظم الجهد ده مش هينفع يشحن معاك الهاتف وده لان منظم الجهد فيه حماية داخلية هيفصل الشحن عند باور معين وعند درجة حرارة معينة طب ايه الحل النهاردة فيه طريقتين لزيادة الباور الطريقة الاولى ان نجمع عدد من منظمات الجهد على حسب الطيار اللي احنا محتاجينه او الامبير اللي احنا محتاجينه نجمعهم توازي مع بعض هنقدر نزود الباور مع هيت سينك قوي الطريقة التانية وهي الاكثر عملية وهي نستغل منظم الجهد فيه اخراج جهده معين ونحمله على ترانزيستور باور يعني لو محتاجين خمسة امبير نقدر نوصل الترانزيستور عشر امبير مثلا مع منظم الجهد ده وبالتالي بقطعة واحدة مع منظم الجهد نقدر نحصل على عشر امبير نشغل عليه الحمل الخمسة امبير اللي معانا بكل بساطة والموضوع يكون السهل ومش معقد واكثر عملية من ان احنا نوصل عشر منظمات جهد توازي مع بعض طيب الموضوع ده هيكون ازاي هنشرح نقطة نظرية بسيطة جدا ده شكل ترانزيستور الان بي ان والحملة بيكون فوق مع مصدر الطيار مثلا اتناشر فولت والارضي وهنا مقاومة لمت للطيار ومحتاجين سبعة من عشرة فولت فرق ما بين النقطة الاميتر عن البيز لتشغيل الترانزيستور ليه لوجود دايود دايود ازا لازم يكون فيه فرق جهد ما بين البيز وما بين الاميتر في حدود السبعة من عشرة فولت في حالة ان احنا هنستخدم الترانزيستور لتنظيم الجهد مش لتشغيل لود ازا هيكون التوصيل بالشكل ده مصدر الجهد اتناشر فولت مثلا والترانزيستور والحملة بيكون هنا والارضي تمام كده والبيز معنا هنا طيب في حال تحكم في الجهد اي جهد يدخل على بيز الترانزيستور هيكون هو هو فرق الجهد على اللود ولكن بنترح منه السبعة من عشرة اللازمة لفتح البوابة او التغلب على الفولتش دروب للديود الموجود من ضمن مكونات الترانزيستور يعني لو دخلنا هنا خمسة فولت على البيز هنا البيز كوليكتور ايميتر هيكون فرق الجهد هنا طبعا صفر فولت طيب هيكون هنا أربعة وثلاثة من عشر طرحنا سبعة من عشرة فولت ناقص سبعة من عشرة فولت اي جهد هنا تسعة فولت هيكون معانا هنا تمانية وثلاثة من عشر فولت تمام كده طيب لو معانا هنا منظم جهد منظم الجهد ده داخله اتناشر فولت وهنا الارضي والاود بود داخل على الترانزيستور منظم الجهد ده خمسة فولت هيدخل خمسة فولت وبالتالي هيكون معانا اربعة وثلاثة من عشرة فولت على اللود طيب لو منظم الجهد تمانية وسبعين زير وتسعة هيدخل تسعة فولت هيخرج معانا تمانية وثلاثة من عشرة فولت طيب للتغلب على الفولتش دروب للضيود هنوصل زي ما قلنا في الفيديو السابق لذلك انا بدأت به الفيديو السابق اللي هو التحكم في الجهد هنوصل ضيود هنا وبالتالي هيخرج معانا تسعة وسبعة من عشرة بعد ما تطلع هنا عند ترانزيستور هتكون تسعة فولت كاملة وبالتالي زودنا الأمبير وللتغلب على الفولتش دروب بتاع الترانزيستور اللي هو السبعة من عشرة بتاعت الضيود هنوصل ضيود هنا إذا الضيود ده هيرفع سبعة من عشرة والضيود ده هينزل سبعة من عشرة هناخد بالزبط جهد منظم الجهد في حالة عدم توصيل اللود مفيش طيار هيمر فيه الضيود ده وبالتالي مفيه الفولتش دروب مش هنشعر بيه النقطة دي نخلي بالنا منه إيس النقطة دي هنلاقيها تسعة وسبعة من عشرة أو تسعة ونصف فولت ليه؟ لأنه قلنا أي ضيود عشان يحدث هبوط في الجهد أو فولتش دروب ليه؟ لازم مرور طيار ولو مطيار بسيط إذن المطلوب؟ المطلوب توصيل من هنا كده طرف ده اللي خارج الخارج بتاع الدايرة أو الأود بوت للدايرة هنوصل مقاومة ولو واحد كيلو مع الأرض ليه؟ لمرور طيار بسيط فيه ديود الترانزيستور وبالتالي يكون الجهد مستقر عند التسعة فولت اللي احنا محتاجينها فهمنا الجامعة؟ تمام؟ دي الدايرة بتاعتنا النهاردة هنبدأها عملي مع بعض طيب هنحتاج إيه؟ ترانزيستور باور أنا معي بي دي 243 ستة أمبير ومنظم جهد 7809 طبعا هتختار منظم الجهد اللي انت محتاج تخرجه ودايود اللي هتوصل مع منظم الجهد اللي رفع الفولت بنفس قيمة الفولتش دروب بتاع الدايود الترانزيستور والمقاومة واحد كيلو أوم لتثبيت الجهد هنبدأ مع بعض أول حاجة زي ما حضرتكم شايفين فيه المخطط طبعا المنظم الجهد مش محتاج تبريد لذلك اللي هيحتاج تبريد أو اللي هيكون عليه حمل اللود هو ترانزيستور باور ده يتحمل ليه 5 أمبير طبعا بشروط هنقولها فيه آخر الفيديو ممكن تكرر أو توصل توازي يبقى بدل ما انت تزود 1 أمبير مع كل منظم جهد توازي لا انت هنا هتزود بال5 أمبير مباشرة أو بال6 أمبير تمام؟ طيب هنوصل الأود بوت لمنظم الجهد مع بيز الترانزيستور هنختار قطعة سلك لتوصيل الانبوت الانبوت هيكون واحد أو مصدر الطيار هيكون واحد لمنظم الجهد وفي نفس الوقت ليه كوليكتور الترانزيستور طبعا السلك يكون أكثر سمكا من ده ده ما يتحملش أكثر من 2 أمبير ولكن أنا اللي متوفر معايا حاليا لازم السلك يتناسب مع الأمبير أمبير الدائرة زي ما انت محتاج زي ما بنقول هنا مصدر الطيار مشترك ما بين الاثنين الترانزيستور منظم الجهد والترانزيستور الباور كده وصلنا لأوت بوت مع البيزي ترانزيستور والانبوت مع كوليكتور الترانزيستور نوصل الديوت مع الأرضي أو الطرف الأوسط لمنظم الجهد وآخر حاجة مقامة 1 كيلو أوم مع الأوت بوت ومع الأرضي لتثبيت أو تمرير طيار من خلال الترانزيستور وبالتالي الحفاظ على فرق الجهد سابت ما يتغير هنا ده هيكون الأرضي والطرف ده الأوت بوت طبعا زي ما بقول أنا باستخدم سلك ضعيف لحد مالك كده للتجربة ولكن عند تصميم دوائر للحصول على أمبير عالي أو باور عالي نراعي استخدام أسلاك كوية تتحمل الأمبير 5 أمبير تستخدم سلك أسلاك 2 ميلي أو 3 ميلي تاني نقطة من ضمن الشروط اللي كنا عايزين نقول عليها استخدام هيت سينك مع الترانزيستور الباور تتحمل الباور اللي انت هتسحبه أو الأمبير اللي انت هتسحبه تالت نقطة نراعي جهد المصدر يعني احنا دايرتنا بنستخدم 78-09 لإخراج أو الحصول على أمبير عالي وجهد 9 فولت طبعا لازم يكون يغطي الأمبير اللي هنخرجه من الدايرة ده أولا ثانيا الجهد بتاعه يكون أعلى من جهد منظم الجهد أو الجهد اللي احنا محتاجينه بفارق لا يزيد عن 5 فولت على أقص حد يعني 9 فولت جهد المصدر ما يزيدش عن 13 فولت أو 14 فولت أنا بالنسبالي هستخدم 12 فولت ليه؟ لأن الفرق ما بين الجهد الخارج والجهد اللي داخل هو ده اللي بيعمل حاجة اسمها التبديد الحراري أو الباور ديسيبيشن وده اللي بيسبب سخونة واحتراق للمكونات فمحتاجين هيتسينك قوية أسلاك قوية عشان نحصل على الأمبير اللي احنا عايزينه تالت نقطة إن الجهد المصدر يكون مناسب للجهد اللي احنا عايزينه أو الجهد اللي احنا هنخرجه طيب ما نطولش فيه الكلام ونجرب مع بعض معنا هنا ده الامبوت الموجب وهنا الأرضي عايزينه اس الجهود أول حاجة جهد الباور سابلاي ده جهد الباور سابلاي 12.3 18 جهده مناسب طيب هنوصل هنا مع الأرضي ونشوف الأود بوت 9 فولت يعني رغم ان الموصلين مع منظم الجهد دايود اهو الدايود ده الدايود اهو ولكن الجهد اللي حصلنا عليه 9 فولت بالزبط السبب زي ما قلنا ان الدايود بيخرج لبيز الترانزيستور 9 و 7 من 10 السبعة من 10 دي هيستهلكها الترانزيستور لاخراج الجهد على الامتر وبالتالي نعمل تصحيح او تعديل للجهد هنشوف مع بعض الاود بوت لمنظم الجهد ده منظم الجهد شايفين حضراتكم 9 و 6 من 10 6 من 10 دي بيستهلكها الترانزيستور تمام بيز الترانزيستور هتستهلك ال 6 من 10 اذا حصلنا على التسعة فولت كاملين طيب تعالوا مع بعض نجرب حمل ده بيسحب في حدود واحد ونص امبير ومع الارض هبوط في الجهد في حدود يعني واحد من عشرة فولت ده ممكن يكون بسبب الاسلاك ولكن بالنسبة للترانزيستور مفيش اي سخونة وده لان المصدر 12 فولت مناسب جدا للدائرة طيب لو محتاجين امبير اعلى من كده زي ما قلنا هنكرر او نوصل اكثر من ترانزيستور باور لمضاعفات الخمسة امبير او الست امبير بالنسبة للترانزيستور الي معانا ترانزيستور واحد هيكون خمسة امبير اتنين ترانزيستور هتبقى دايرتنا عشرة امبير وهكذا وينصح دائما بسحب امبير اقل من قدرة الدايرة اللي معانا بمقدار النصف يعني لو دايرتنا خمسة امبير ترانزيستور واحد زي كده هنسحب اقصى حاجة اتنين ونص امبير دايرتنا عشرة امبير نسحب خمسة امبير دي خدوها قعدة طيب اتمنى يكون الكل استفاد ومنكنش طولنا عليكم في فيديو النهاردة وما تنسوش دعمينا بلايك مهم جدا لينا ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة